ففي كل هذه في كل الخطة وأرجو من يستمعني أن يرجع إلى أهداف كل الخطة سيجد هذا الهدف موجود وأعتقد أنه سموه للعهد تطرق لذلك بطريقة أو بأخرى والمتحدثون يعرفون هذاك والمهتمون من تحدث في هذا ربما أشاروا لها وأما المهتمون فلا شك أنهم يدركون هذه النقطة حتى جاءت الرؤية ونظذت الغبار عن هذه الأوراق وجددتها وحدثتها وتجاوزتها ولم يعد ذلك العمل الروتيني كل خمس سنوات ونجاحنا في كان نجاح يعني ربما نسبي على أفضل ما يمكن أن نصفه لأن النفط استمر معنا مصدر الدخل للحكومة وميزانية الدولة تعتمد عليه إلى نسبة كبيرة جدا والإنفاق كان يذهب تقريبا للرواتب والأمور أخرى نجحنا ما في شك نجاحات تنموية هائلة جدا في الخمسين سنة اللي فاتت خصوصا في البنى الأساسية والخدمات الأساسية البنى الأساسية المملكة العربية السعودية الآن مربوطة بشبكات طرق ومطارات الجامعة تنتشر في كل مكان والمستشفيات والمدارس هذا نجاح هائل جدا في التخطيط التنموية لكن هذه في مرحلة سابقة وربما أننا تخدرنا بالنفط بالرغم أننا نعرف أننا لا نحب هذا التخدير نعرف أنه غير مرعوب نحن نقول هدفنا التخلص منك أيها النفط كمصدر دخل أنت أديت دورك وشكرا لك إذا كجاز التعبير ولا تزال معنا وصاحبنا والله يحييك ويوفك لكن أنت نبغى مصادر دخل غيرك ونبغى تنوع في مصادر دخل ونبغى نتجاوزك ونعرف أن هناك أمور كثيرة جدا تحيط بهذا الموضوع بأن مصادر الطاقة والعالم الآن يتجه للطاقة النظيفة فيها نجاحات كبيرة جدا والمملكة رائدة في هذا المجال